بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله في هذا الفيديو سنرى التسجيل في المنصة الجديدة منصة تسير للاستفادة من برنامج تسير للتحويلات المالية المشروطة التي تم انطلاق دياله بشاركة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وصيد دي جي على بالنسبة لهذا البلاغ الصحفي اللي كان في عشرين وانبير الفين واثنين وعشرين تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عين من أمهات وأبا وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسيك الابتدائي بالوسط القراوي والسيك الإعدادي بالوسطين القراوي والحضاري إذا بالنسبة للتلاميذ المستفيدين لكيقرأوا في السيك الابتدائي في الوسط القراوي وبالنسبة لتلاميذ السيك الإعدادي بالوسطين القراوي والحضاري والراغبين في استفادة من برنامج تسير أنه سيتم الشروع في التحجيل بالبرنامج بعسم موسم دراسي 2022-2023 بداء من يوم الـ 2021 نومبر بنسبة للقاطينين بجهة الرباط السلال القناترة يعني تم تجريب يعني كمرحلة تجريبية للقاطينين بجهة الرباط السلال القناترة وسيتم أيضاً بداءاً من يوم الاثنين الخمسة دجنبير 2020 تعميم على باقي جهات المملكة بالنسبة للوثائق اللي خاص يتوفر عليهم باش يستفدوا من برنامج تيسر اللي خاص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ديال الولي رقم ديال مسار ديال التلميذ أو التلميذة رقم الخيرات في نظام مساعدة طبية راميذ إذا كان المعني أو المعنية بالأمر يستفيد من الراميذ تصرح بالشرف أو شهادة الوصاية على التلميذ أو التلميذة المستفيد أو المستفيدة إذا كان الولي غير الألم ومن أجل سهيل عملية تتبع ملفات واستخلاص الدعم المالي ندعو كافة الأمهات والأباء وأولياء الأمور إلى فتح حساب بانكي في وكالة من وكالات القرب المعتبدة من طرف صندوق الإداع والتدمير لإحتياج والتسجيل عبر الموقع أو التطبيق تيسر إذا خاص توفر هذه الوطائق سأيد فتح حساب بانكي ثم تجيل إما عبر الحاسوب أو عبر التطبيق ديال تيسر على أولا نريد أن نرى ما هو هذا البرامج تيسر لأنه بطل تحت كأن معلومات تعمى على البرامج ألا ما هو برامج تيسر التيسر هو برامج الدعم المالي للأسر الفقيرة والمعوزة من أجل تجاوز الكلفة المباشرة وغير المباشرة لتمدرس الأبناء والحد من ظاهرات الهادر المدرسي إذا بالنسبة لهدف من هذا البرامج هو الحد من ظاهرات الهادر المدرسي على بالنسبة لشرط الاستفادة من البرامج يجب أن يكون التلميذ مسجل في مدرسة ابتدائية أو إعدادية موجودة في منطقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو أن يكون التلميذ مسجل في مدرسة ابتدائية في منطقة قروية أو إعدادية في منطقة قروية أو حضرية يعني بالنسبة لبتدائي فقط في المنطقة القروية بالنسبة لإعدادي في المنطقة القروية والحضرية وخاصة تكون عنده ولي الأمر تلميذ بطاقة الرامج لا يجب على تلميذ أن يكون كرره أكثر من مرة واحدة في استيق يعني بنتهى لا منسبة استيق ابتدائي يكون تلميذ كرره في استيق ابتدائي أكثر من مرة النفس الشيء بالنسبة استيق الإعدادي لا يجب على المستفيد أن يكون منخلطا في صندوق التضامن يعني الدعم ديال الأرامل الحد أقصر المستفيدين من برامج تيسير لكل أسرة هو ثلاث تلميذ يعني عندهم الحق يستفيد من ثلاث أطفال لكل أسرة هل يمكن الحفاظ على الحساب في حالة رفض طلب الاستفادة؟ نعم يمكن الاستفاد بالحساب حتى استفاء الشروط هل ما هو عدد الأطفال المستفيدين من برامة الشيسير؟ يعني في حد ثلاث أطفال هل ما هو المبلغ المالي الذي يستفيد منه تلميذ كل شهر؟ بالنسبة لـ 60 درهم لكل تلميذ في المستوى الأول والثاني 8 درهم لكل تلميذ في الثالث والرابع ابتدائي 100 درهم لمستوى الخامس والسادس و140 درهم لتلميذ بالنسبة للإعداد هل يتم إيقاف استفادة من برنامج الشيسير؟ يتم صرف المنح المخولة في إطار برنامج الشيسير لعدم احترام أحد الشروط المذكورة أدنى أو تزاوج عتبات الغياب المسموح بها والمحددة في أربع غيابات في الشهر حد أقصى في الابتدائي بالنسبة لك يغيب كثير من ربعا ديال الغيابات في الشهر فهذا العلاء سيتم إيقاف الاستفادة 6 غيابات كحد أقصى في كل شهر للسيك الإعدادي بالنسبة للعالم القراوي وأربع غيابات في العالم الحضاري بالنسبة للعالم الحضاري ربعا ديالغياب يتعدهمش بالنسبة للسيك الإعدادي وبالنسبة للعالم القراوي 6 غيابات كحد أقصى ما يتعدهمش التكرار أكثر من مرة واحدة في السيك التعليمي الابتدائي والإعدادي يعني بالنسبة لغاية يكرر أكثر من مرة في الحالة سيتم إيقاف الاستفادة نقل التلميذ من مدرسة معنية ببرامج تيسير إلى أخرى غير مدرجة ضمن اللوائح المستهدفة من طرف البرنامج انتقال إلى السيك الثانوي بالنسبة الثانوي ما عندهمش الحق يستفد فقط الابتدائي والإعدادي كما شرط لذلك كما يتم إيقاف صرف المنح المالية مؤقتا إلى حين توصلنا بالمعلومات والوثائق الجديدة في الحالات التالية في حالة وفاة وصي الشرعي في حالة انتهاء صلاحية بطاقة دي الرميد وفي حالة تغيير الوصي أو في حالات الطاق بالنسبة لها الحالات يتم تجديد المعلومات بالنسبة لطريقات التجيل هناك فيديو في المنصة كيفية استعمال منصة تيسير على الحاسوب وأيضا كيفية استعمال تطبيق الذكي تيسير على الهاتف يجب فقط مشاهدات الفيديو والتباع الخطوات سواء بالنسبة للحاسوب أو بالنسبة للهاتف ولن يجب على المستفيد أن يقوم بإنشاء الحساب بالنقر على إنشاء حساب لإدخال الجهة كما سبقت فقط بالنسبة للجهة دي الرباط سلاطة نترى يعني هي جهة تدريبية بالنسبة للعمل مثلا نختار العمل دي الرباط الدير الجماعة أو الدائرة والدير الثالي هنا يعطيك الموافق على الشروط يجب الموافق على الشروط العمالي المواقع بعد كوشي بعدها هذه وعد نقر على الوافق بعد ذلك يعطيك تعمل الباقي المعلومات وتكملوا الفيديو كي ينفي البوابة أو في المنصة كي يشرح جميع المراحل للاستفادة من برنامج تيسير بالنسبة لي ما عنديش معلومات كافية باش نكمل التجيل هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو نتمنى التوفيق للجميع لا تنساوش تتعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو لا كنتم أروا المراكة تشوفوا القناة لا تنساوش أيضا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلكم الجديد تقومتم في رعاية الله وحفظه